موضوع رمّ هذا ذكره فقهاؤنا يعني نحن لو سئلنا قبل هذه النازلة ما حكم ترميم كنيسة في بلاد فتحها المسلمون وصارت دار إسلام ليبيا فتحها المسلمون كانت عند الرومان نعم وفتحها المسلمون عنوة ما حكم رمّ الكنيسة رمّ المنهدم من الكنيسة كما هو تعبير خليل في مختصره رمّ المنهدم هذا موجود في فقهنا من قبل مش لأن عبد الحميد الدبيبة وافق على افتتاح الكنيسة ولا حكومته وافقت ولا ما وافقتش نحن إذا كان هذا حرام سنقول حرام بما نعلم إذا كان جائز نقول جائز إذا كان مسألة اجتهادية نقول مسألة اجتهادية في فقهنا باختصار البلدان المفتوحة البلدان اللي فتحها المسلمون إما فتحوها بالقوة عنوة وإما فتحوها بالصلح والتفاهم والتشديد في بناء الكنائس في بناء الكنائس في إحداث الكنائس مش ترميمة ترميمها أسهل هي كانت هذه الكنيسة موجودة من القديم هل يجوز ترميم من هدم منها وإصلاحها هذا يجوز حتى في الأرض التي فتحت عنوة والشروط أشد فيها أما التي فتحت صلحا لا يحتاج إلى إذن منها نحن تفاهمنا مع تلك الدولة أننا لا نتعرض لهم ولا نهجم عليهم واتفقنا معهم على شروط في حالة الصلح أرادوا أن يبنوا كنيسة جاءت السلطة المسلمة قالت لا ليس لها حق السلطة المسلمة أن تمنعهم في أرض الصلح في أرض العنوى كما هو هذه النازلة الآن يعني الكنيسة موجودة من قبل وأرادوا أن على فرض أنها ليست موجودة أصلا أرادوا أن يبنوا كنيسة السلطة المسلمة الشرعية إذا وافقت على ذلك فيجوز أن يبنوا كنيسة شيخنا يقيل أنه وقت أيام يوسف بحش القرامالي أيام القرامالي قيلة وجدت وهو لأمر كان في ذلك الوقت نعم هذا أيضا في شق تاريخي يعني في شق تاريخي في مثل هذه النازلة أو في غيرها حتى في اليهود الذين كانوا في ليبيا في جزء مننا يحتاج إلى تحقيق تاريخي لا نريد لأن إذا كان هناك عقد شرعي صحيح منذ قرون فهو يسري على دريتهم ما لم ينقضوه ما لم ينقضوه يسري الآن المؤرخون مثلا في الطائفة اليهودية التي كانت في طرابلس يقول بعض المؤرخين إنهم تآمروا مع الاحتلال صح وإن كان هذا صحيحا فلا عهد لهم خبر دمتهم لكن لو فرض أن هذا لم يتبت تاريخيا وهم تواجدوا في أو وجدوا في ليبيا بموجب عقد صحيح هاجروا فروا من ظلم النصارى في أندلوس وانتشروا في وقابلتهم السلطة الشرعية ضمن عقد شرعي عقد دمة أو عقد يعني من العقود المعروفة بين المسلمين وغير المسلمين فلا يحتاج كل جيل إلى عقد جديد يعني بعض الناس يظن أن كل جيل أولادهم يحتاجون إلى عقد لا خلاص عقد آبائهم وأجدادهم يسري على ذريتهم إلا إذا نقضوه يعني لا نريد أن نطيل فهم أقصد لو أن كنيسة السيدة مريم غير موجودة أصلا وأراد طائفة مسيحية عاشت في ليبيا متقيدة بالضوابط الشرعية والاتفاق بينها وبين السلطة القائمة وأرادوا أن يبنوا كنيسة فوافقت لهم السلطة الشرعية القائمة أن يبنوا مش يرمموا يبنوا من الصفر فهذا جائز في مذهبنا المالكي ومن أراد أن يتاكد فليرجع إلى فصل الجزية في باب الجهاد فصل الجزية أو فصل الدمة فصل عقد الدمة في قضية الكنائس وللعنوي الإحداث إن شرط وإلا فلا كرم المنهدم الترميم هذا أسهل والإصلاح كانت موجودة فالموضوع في النهاية ممكن فيه أقوال يعني في المذاهب الأخرى لا أذكرها الآن لكن هذه مسألة فقهية اجتهادية وهذا مذهبنا المالكي فيها لكن نحن ننبه إلى أن هذا الأمر له شروط وضوابط مش معناه يجيب يقول أن نفتح قناة بتدعو للنصرانية بنوزع كتيبات في طرابلس أو في غيرها هذا لا يجوز قولا واحدا وهذا لابد أن يتابع حتى لو كان هناك طائفة مسيحية تقوم بعبادتها في هذه الكنيسة هذا جائز وحق لهم لكن بالضواطن يحترموا المجتمع شيخنا حتى هم معاقلتهم باطل يقولون نعم نعم يعني الآن بعض الناس لا يفرق بين الرضا والإقرار الإقرار في هذا الباب الرضا بالكفر إيش؟ كفر هذا لا شك فيه إذا علمه طبعا بشرط العلم يعلم أن هذا كفر ثم يرضى به هذا كفر قولا واحدا وفي شيء اسمه الإقرار لما في أحكام غير المسلمين في بلاد المسلمين يقول الفقهاء يقرون على ذلك مثلا يشرب الخمر هو في بيته ما ليش به علاقة؟ نصراني نصراني أو اليهودي ما ليش به علاقة؟ يشرب الخمر في بيته في دكانه في كنيسته إذا أنا كسرت زجاجات الخمر لنصراني موجود بيننا بموجب عقد شرعي إذا أنا كسرت له زجاجات الخمر في بيتي في داخل بيته أو في داخل يعني محل خاص به أو في داخل الكنيسة فيجب علي شرعا أن أعوضهم هذا مال محترم لأنه عندهم حلال يعني شرب الخمر يقرون ما يهمنيش فيه هو حلال في أصل الدين ولا حر لا لعندهم هما لكن العقد اللي بيننا وبينهم أننا يعني نتركهم وما هذه الأشياء هذا معنى يقرون عليه الإقرار لا يستلزم الرضا يعني فيقرون هو الآن لما يتعبد في كنيسته هو يقوم بالشرك تمام لما يتعبد لعيسى على أنه ولد الله والعياذ بالله على أنه ابن الله هذا الشرك قال في الله تعالى لقد جئتم شيئا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا شيئا عظيما يعني يكاد السماوات يتفطرنا منه إلى آخر الآيات في سورة مريم هذا لا نرضى به لكن نقرهم عليه فالإقرار غير الرضا بعض الناس لا يفرق يقول ابنالهم كنيسة أو اسمح لهم ابنوا كنيسة أو يفتدحوا كنيسة معنى رضي بالكفر والرضى بالكفر كفر إذن هو كافر هذا جهد شيخنا ما زلنا جميل إن شاء الله واضحة هذه الفرق بين يقرون على عباداتهم وعلى ممارساتهم الخاصة بشرط أن لا ينشروها في أسواق المسلمين ولا يعلنوا بها ولا يروجوا لعقائد باطلة وأما دينهم في كنيستهم هذا حقهم يعني لا نتدخل فيه ولا نمنعهم منهم ومنه رم المنهدم هذا الذي